بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل هذا الجزء الثاني من هذه المحاضرة الثانية من السيشن الثالث عندنا البروكسيمال راديو ألنر جونت هذا الشرحناه كل شوية وحكينا عنه يعني ينطينا كل التفاصيل عرفنا الارتكوليشن مالته انهو بين الراديول نوتش أوف ألنر وياما وي الهيد أوف راديوس اثنين جاية مفصلة نسوية تمام فالتمفصل جاية يصير بين الهيد أوف راديوس وهي راديول نوتش ماتة الألنر لذلك سمينا راديو ألنر تمام اوكي يقول انه هذا اسمه اللي هو البروكسيمال راديو ألنر جونت طبعا سميناه بروكسيمال لان عدنا دستل هسبعة شوية راح نشرحه نوعه بيفيت هو ضمن الساينوفيال جونت سالفة الانواع راح انلخص بناية المحاضرة بطريقة كل شيء راح تعجبكم حتى يعني تكون كلش واضحة حتى تحفظوها وترحون تاخذو منها درجات لان هي كلش مهمة هي سالفة الانواع تمام شنو هذا النوع عاية ما لتعرفناه زيان يقول شنو وظيفته يسمح بشنو يسمح بالحركة ماتة الهيد ماتة الراديوس اليمن على الالنر بحيث يخلي ان الهيد ماتة الراديوس هذا يصعد فوق الالنر حتى شنو حتى نسوي حركة السبونيشن و البرونيشن فحركة السبونيشن و البرونيشن جا يتصر عن طريق هذا المفصل البروكتمال راديو ألنر جوينت عن طريق انه نخلي هذا الجوينت جا يسمح للهيد أوف راديوس حتى يصعد فوق الالنر وبالتالي صارت عدنا السبونيشن و البرونيشن عدنا لقمنا قبل شوي حتى انا نظر انه سيسمه انه سيسمه انه سيسمه انه سيكمن يعني مثل الربطة او الطوق الرباطي يعني اسمه انه سيسمه يعني يبدي منه من الانترير بارت اوف علنا و روح يفتر من هنا ويتقدم يروح على الراديوس ويفتر من وراءه ويرجع حم يتصل بالألنى شايفين ان جاي يسوي مثل الحلقة مثل الطوق مثل القلادة هيش يعني اوكي هذا هو هم من هنا موجود بالألنى هنا جايب دي نو بيروح يكمل يفتر على الراديوس ويكمل فرته ويرجع اليمن على الألنى زيان فيقول انه هو التاجت يربط شنو او النا انتيريار يعني من الامام بالانتيريار اوكي من الامام مالة الالنى يعني اقصد الجزء الانتيريار من الالنى وبوستيريار رح يروح للراديال نوتش اوف النا الراديال نوتش اوف النا اوكي الي هي الثلمة اللي موجودة خانطلحها خاف ناسينها انا ماعدل هالسالفة احسكم تنسون هواي فاذكركم ضمن المحاضرة هاش سالفة الراديال حتيناها هوايين هواي ديق مان قاس ايه اس لحظة مفروض هنا مفروض هنا هوايين صارت الله ما جور راحت طبعا جدا سوري ها هي ايه ها هي الناسة تجون هاي الالنى رح تنقوب بها ثلمة صغيرة سميناها راديال نوتش اوف النا ها هي هاذ الانيولر لقامت رح ينتهي بها من ورا اوكي من البوستيريار زين فهو رح يطلع من هنا من الانتيريار بارت مننا رح يطلع هاذ الانيولر لقامت يروح على الرادياس يفتر على الهايد من الرادياس ويرجع على هاي النوتش تمام فرح يسوي لي مثل القلادة نسمي انيولر لقامت سنرجع بسرعة لما كانت شنه بي وعذرونا عالت اخير بس لتذكركم تمام هس عرفنا انه هو جاي يتصل انتيريار لبيمن بالالله وبوستيريار لي بالراديال نوتش اوف الله اوكي خلصنا هس عدنا الانتروسيس ممبرين شون الفكرة هاي الفكرة idea انا انتروسيس يعني عبارة عن ممبرين بين العظام فايبرس ممبران يعني غشاء ليفي جاي يربط بين الراديوس وا الألنة وبالتالي سميناه شنو جوينت رح يتبرونها فايبرس هذا الممبران اللي هو الانتروسيس ممبران رح يكون لي فايبرس جوينت يعني عباره عن جوينت ليفي بين الراديس والألنة وشوفنا بين الراديوس والألنة ويقول أن الفايبارات على هذا الممبرين ستنزل انفيرو ميديالي من الرادياس باتجاه الألنة شوفوا الفكرة كل شي حلوية كل شي حبوها وكل شي ممكن تتجي حتى بالاسمول يحجونها مو هذا الرادياس وهاي الألنة الفايبارات من الراح تنزل جاي تيجي الفايبارات بهذا الاتجاه هذا الاتجاه يعني شنو هذا المدلين هنا صاير فهي باتجاه الميديال انفيرو ميديالي ما يقول شنو لان جاي تنزل فى انفيرير ميديالي لان جاي تقوم باتجاه الميديال فهي الفايبارات هذا اتجاهها من الرادياس الى النا فهي يقولها ان الفايبارات شبهة ران انفيرو ميديالي من الراديس إلى النا بلو ليجوا يعني جا ينزل هذا الممبرين يقول يحافظ تتحرك الناس معاً عندما يقصد يعني شنو يقصد يعني انو انت من تسوي راح يصعد عندك هذا الراديس ويصير فوق النا صح عظمة الراديس راح تسعد فوق النا وشفنا هذا الشي بالجزء الاول من هاي المحاضر فمن يصعدا هذا الغشاء راح يربطها بحيث شنو يخلي حتى لو يصعد ما يخلي يفلت ويطفر لي فوق هذا الراديس انو اوكي مولتيا راديس مودري تسعد فوق النا اوكي اسعد فوقها ولكن راح يبقى اكو غشاء لازمك حتى لا تطفر زايد ترتفع زايد اوكي فهذا يحافظ يحافظ اليمن يحافظ على البون اللي هنا الراديس والالنا تقذر يخليهم دائما سوي اثناء منه اثناء الحركة مالة اللي هي شنية اللي هي برونيشن انتسبونيشن بحيث هو يمنع بريفانت يعني يمنع الابورد دس بلايسمينت يعني يمنع الخلع العلوي يعني خاف الراديس يريد ينخلع ويطفر لي فوق هذا يمنعه الراديس ما احنا قلنا يمكن صير بابورد دس بلايسمينت انوا يمكن ينخلع لي فوق، لا هذا يمنع يمنع هذا الخلع وما يخليه يطفر لي فوق خلصنا من الانتر اوستيس هسا ديستل راديو ألنر جونت زيان مثل ما اذا تردون تلقون الحتي الموجودة هنا فهو جدا بسيط انه يقول انه هذا المفصل نوعه بيفيت وحنا قلنا راح نلخص الانواع مالة الجوينتات بنهاية المحاضرة شنو هذا يقول انه هو جاي يربط النهاية دستل اند النهاية استفلية مات تل راديس اوكي الراون موف راح يخلي يربطن سوية ويخلي او يسمح شنو يسمح بحركة دستل اند اوف تل راديس حول منو حول دستل اند اوف قلنا يعني النهاية استفلية مات تل راديس راح تتحرك حول النهاية استفلية مات تل ألنا بفضل هذا الجوينت فوظيفة هذا الجوينت انه شو سوي يخلينا هذا المفصل يتحرك شنو خلينا الراديس يتحرك فوق الألنا بس منها نهاية دستل اند بحيث هو جاي شنو جاي يكمل لنا عملية البرونيشن والسبونيشن فيقول انه المسلز اللي جاي تشتغل على هذا الجوينت هي نفس هي اللي موجودة بالبروكسيمال راديو ألنار جوينت كذلك شرح تسوي لي رح تسوي لي سوبونيشن وبرونيشن زيان هذا مكانة جوينت هذا ما كان دلينا سؤال في النوت مثل ما قلنا قبل شوي اكو راديال نوتش جوا هاي موجودة وين بالبروكسيمال هسا بالديستل ما عدنا راديال نوتش وانا ما عدنا ألنر نوتش شايفين هيك هم اكون نوتش موجودة وين بالرادياس نسميها ألنر نوتش ليش سميناها ألنر نوتش لان راح يركب بيها الألنر عكس الفوق عكس التفاصيل هم اكون نوتش وراح يركب بيها العظم اللي بصفة يهو من الساعة شنا نقول انو عدنا رادياس نوتش موجودة بالألنر ويرتبط بيها الرأس مثل الرادياس هسا لا هسا عدنا ألنر نوتش ألنر نوتش أوف رادياس ويهو يرتبط بيها الهيد أوف شنو أوف ألنر زيان الهنا خلصنا شوفوا المكتوب هو مكتوب هذا الحجي لستي واحد جيتا أنا شفويا ما موجود بالملازم ما موجود بالملازم تويت تأخذونا مني وتكتبوني منكم كملاحظة فأنا أتفقي هذا الشي وأقول كل جزيان ما تردون براحتكم بس حفظوا أنه هو جاي يربط الديستل انت أوف رادياس ويهى الديستل انت أوف دا ألنر ويسمح بحركتهم واحد فوق الثاني يساعد بالبرونيشن والسبونيشن والعضلات نفسها نفس الشغل العضلات مثل البروكسيمال راديو ألنر جوينت نجهز المفصل الأخير بالأبرلم طبعاً يكون مفاصل بالهانت هاي هم راح ناخذه إن شاء الله بس إنه هادسة يعني كمفاصل الكبيرة راح تخلص أوكي الريست جوين هو المفصل الرسغ اللي وهذا هو زيان هذا جاي يربط بين منو منو طبعاً نوعة نسميه كوندايلويد تايب كوندايلويد هو هم ساينوفيال أبلوود أو ساينوفيال جوينت يعتبر إلا تسمية ثانية أما نسميه رادياس أو عفو نسميه ريست جوينت ممكن نسميه راديو كاربول جوينت ليش راديو كاربول كلمة راديو أنا أكو صور أم خلي لكم راديو كاربول راديو كاربول معناها هو جوينت جاي يصير بين عظمة الرادياس وبين عظام الكاربول اللي هي عظام الرسغ الثلاثة ذني أو الثنياً حسب يعني هسا راح نعرف التفاصيل أكثر تمام فيقول إنه هو راح يتكون بين منو بين الديستل اند أوف رادياس وي عظمتين من الكاربول يعني النهاية السفلية من الرادياس راح تتمفصل وي عظمتين من عظام الكاربول اللي هنه يهن اللي هنه اللي هنه السكافويد واللونيت بس السكافويد واللونيت اللي هنه عبارة عن كاربول بون راح يتحدن أو يتمفصلن وي النهاية السفلية أوف ذرادياس ها هي نهاية استفليامات الردياس ها هي رحت تتحد ويا السكافويد اللي هو هذا هو ويا من بعد ويا اللونيت اللي هو هذا هو بالبساطة سوى المفصل سألك الألنة إلا دخل بهذا المفصل رح تقولي لا هذا الألنة ما واصل ماكو اتصال ما لعلاقة ماكو هنا فاصل تمام يعني ماكو اتصال ماكو تمفصل عظمي بينانسين ما يشارك يعني الألنة ما يشارك بالرست بعد ما عرفنا التمفصولات مالتا نجد نعرف الكبسول والساينوفيوم مالتا اللي والساينوفيوم مالتا الرس جوينت اول شي الكبسول يقول الجوينت كبسول راح يحيط بالرس جوينت اوكي and is attached راح يرتبط to the distal end of the radius راح يبدي منين او راح يربط بين distal end of radius اوكي and ulna الحد من الحد proximal row of carbol يعني شنو يعني الصف العلوي من عظام الكاربل عظام الرسض اللي هنه هنه سموكل هنه هنه اربعة هو ذاكر لك بس ثلاثة السكافويد واللونيت والترابيزيوم هنه اللي مشمولات بالكبسول فهنه اللي مشمولات بالكبسول فهنه خاف مواضحة راح اجيو الخصها ش راح اقول اقول انه الساينوفيوم الكبسول راح تحيط بالنهاية السفلية مالتا ال radius والنهاية السفلية مالتا ال النا وثلاث عظام من الكاربل اللي هنه السكافويد واللونيت والترابيزيوم عافي تراكويترام 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 خاف قلت ترابيزيوم فسوري نرجع نلخصها مرة ثالثة حتى تثبت وبنين جاي يمتد هذا الكبسول مالتا ال rest joint جاي يمتد اول شي من الدستل اند النهاية السفلية مالتا ال radius والنهاية السفلية مالمنو مالتا ال النا و بعد البروكسيما ال رومات تل الكاربل اللي هنه سكافويد لونيت و تراكويترام تراكويترام زيان نجي نشوف ها هنه طبعا هنا الكبسول موضحين بهاي صورة انه اكثر مما يعني مغطي كل الكاربل بون بس حسب الموجود بملازلنا لا هنه بس ثلاث عظام من الكاربل بون اللي هنه سكافويد واللونيت والتراكويترام زيان نانه يعني هش نتخيل انه الكبسول من ديستل اند أوف ريدياس يعني من ناو من ناو ديستل اند أوف ألنا من ناو من ناو رح يبدي من نا القلم خلص شحنة مو وقته زيان منا رح يبدي الكابسول هاي من هاي المنطقة رح يغطين ناو عظمة عظمة اللسكافويد واللونيت وبعد ونو والتراكويترام هاذا الناو الثلاثة يعني شلون رح يمتد من نانه وغطين ناو نغطين ناو نغطي بعد منه هذا الاسكافويد غطينا ورح يعبر علي ما بعد على التراكويترام هذا التراكويترام هم غطينا شوية من عنده فهاي فكرة الكابسول هاي هذا المعنى الدقيق لا ممكن اكو بشر لا تصير عندهم اكثر يعني تغطي هاي المناطق كلها ممكن هاي ممكن كلا بس حسب ما لازم نلع بس هاي المناطق اللي حواطثني لكم بالبداية زين حرفنا هاي الكابسول لان جاي يمتد وعدناه تقريبين ثلاث مرات الساينوفيال ممبرين ثعب تعدد دائما الساينوفيال ممبرين sticks mwgduge giwa capsule يعني بالانترناSurfice of fabric capsaol وضع من سنقول ان كتبقل ان هاي لايز يعني بطن انترنا service السطح الداخلي مالت المالت المالت المسطوب organisation الطبقة اللي فيه مات الفايبرس كابسول راح تتبطن بمن بالساينوفيال ممبرين زيان وهو راح شنو راح يقول هو اس اتاجد to the margin of articular surfaces يعني راح يظل يتصل لحد ما يوصل للحافة مات شنو مات الحافة مات شنو مات الarticulation surface اللي هي الاسطح التمفصلية زيان الاسطح التمفصلية زيان الاسطح التمفصلية مات الاسكافويد ومات الراديوس اللي راح يتمفصل واللونيت كذلك هم راح يتمفصل فذن يكونوا المشمولات عدنا موضوع اللي هو الليقامنت الصراحة هذا من اكثر مواضيع مزعجة بهاي المحاضرة يعني شنو يريد حفظ يريد حفظ ما يحتاج منك فيهم ولا تفسير ولا اشي مجيبو حفظ شلون اوش لازم تعرف مكانات العظام الثمانية مات الكاربل راح نجي الراجع نسوي زيان الريديوس ونصح مزال شنو حفظ اوش مزال نوع المحضة لدينا اللونيت التراكويترام تقريباً فوقه البيزي فورم والهميت والكابيتيت والترابيزويد والترابيزيوم والترابيزيوم خلصنا من هنا لديكم إن شاء الله تذكروهن حتى نبدوا نضب بموضوع اللي هو الليجامينتس الليجامينتس لدينا هواية الليجامينتات اللي هنا الأربطة موجودة بالرست جونت أول واحد يقول إنه نسمي راديال كولاترال ليجامينت من اسمه راديال معنى هو موجود بجهة الرادياس التفقين بجهة اللاترال يعني راح يمتد من من الراديال ستايلويد بروسس الحد من الحد السكافويد والترابيزيوم من الراديال ستايلويد بروسس حد من السكافويد والترابيزيوم يعني إذن الأعضاء كل المشمولات بهذا معنى هو من ين راح يمتد معنى راح يطلع من نانة هاي جاي أشر بالأحمر هاي من نانة راح يبدي هذا الليجامينت غطينا غطينا السكافويد و راح يوصل للترابيزيوم هذا كله اللاترال او الراديال كولاترال لقامنت هيت الشكله تمام هاي الحواف مالته غطينا بها السحنة غطينا بيه الستايلويد بروسس مالت جهة اللاترال والسكافويد وبعديا قطينا الترابيزيوم اوكي خلصنا منه ما عدنا مشكلة بعده ياه بالنسبة للألنر كولاترال لقامنت يعني شنو يعني بجهة الألنر هسه نفس الشي هم لقامنت ولكن شنو بجهة الألنر ش راح يربط الالنر ستايلويد بروسس اللي هي بجهة الميديل وياما ويه التراكويترام والبيزي فورب نيجي نشوفهم هذا هو الألنر الالنر ستايلويد بروسس اوكي وهذا التراكويترام وفوق البيزي فورب يعني اذا هنا ثنينات سيان هذا وهذا معناها شنو الحجي هذا معناها اللقامنت مين راح يبدئ مين راح يبدئ اللقامنت نجي نأشر اللقامنت راح يغطينا اول شي قلنا الالنر اللي هو بجهة الميديل لان قلنا ألنر فبجهة الألنر يعني هاي الألنر زين هاي الألنر فرح يبدئ من نانة ونرح يروح للبيزي فورب وللتراكويترام يغطينا ذني كل هن اوكي فهنا راح يصور هاي راح يصير هذا واللقامنت هذا مكانه هذا الألنر كولاترال لقامنت خلصنا منه خلصنا منه ما عدنا بعدها مشكلة نيجي نشوف البقية يقول بجهة البال بجهة البال ما تلقيت اللي هو باطن اليد اوكي راح نلقى جوينتات اثنين واحد اش راح نسمي راح نسمي راح نسمي رايد بالمر بالمر ألنر يعني ألنا كاربل يعني أعظام الكاربل بالمل ألنو كاربل لقامنت يعني شنو يعني هاي عبارة عن لقامنت راح يربط منو الألنر ستايلويد بروسيس واي апوال ويsalون وتراين تراكويت 요�رام جزين يعني 할게요 هاني راح يرتبط هانIDE بين منو بين الشمائيل أي واي جزي راح نعم متع jam هذا هو كل بقامنا خأنا نحضarda المترجم للتراكويترام بالنوار الشيكية هو الرضخ يبدأ النار هذان شيء هذى بجاهات راديس نسمى كم يح absorب كان hayır وتبقى من هيا الماكن وهي الاسكافود . واللونيت .. والتراكويترام يعني كذلك ستكرر من العدل من نفس نذني يعني هسه بالفوق و بالجوه هنا هذة الونايت وتراكويترام هم كذلك الونايت وتراكويترام هم ثنيانات هن ولكن هنا اضف عليهم بالردئيس الاسكافود فسم سنجي نشوف هه اسمه رايديو اصلا من جههة الراديس من الاستايليد بجهة الراديل راح يغطينا شنو السكافويد هذا والسكافويد غطيناه انه بش راح يغطي بعد قلنا يغطي اللونيت وال والتراكويترام صح لو لا فراح يغطي بعد شنو ينزل على اللونيت زين وش يغطي بعد التراكويترام اللي وهذا هو زين هذا البالمر راديو كاربل خلصنا من عنده ما عدنا بعد مشكلة زين عدنا بعد منه عدنا اخر واحد اللي موجود بجهة الدورسل هسا هذا من تقلب ايدك يعني على الجهة يعني مو بعض من اليد لا ظاهر اليد ش راح تلقى راح تلقى جوينت واحد نسميه دستل دستل دورسل 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 لجهة الدورسل زين يربط بين منو منو راح يربط بين الراديس يعني بين الستايلويد مانت الراديس وياما وياما السكافويد واللونيت والتراكويترام راح تلقى لي هذا مو نفس اللي فوقه حسن هتقارن هتقارن شوف قارن لي هذا وياما هذة ثنينات هن سكافويد لونيت ولكن شين الفرق الفرق انه هذا بجهة البالمر وهذا بجهة الدورسل بس هذا الفرق بناتن نفس الارتباطات بس واحد بظاهر اليد واحد بباطن اليد فالدورسل انه لازم نقلب ايد الشخص ونفس الشي من الراديس يعني هذا الراديس هذا الراديس راح يربطة ويالسكافويد واللونيت والتراكويترام نفس الاسبنجه ثانية خلصنا الآن الليغامنتات قريتكم تحاولون تحفظوهن قدر المستطاع قدرين يكون صعبات بس يعني يرادة نحفظ ما يرادة نفتشي تفسيرهن ان شاء الله هلسه صارع تكون بسيط وواضح ورسمتهم بيدي تعمدت لاجبت صور واي ولا شيء قريت حتى خطوة خطوة نحفظهن هاي هم هم حاطين هم حاطين هم حاطين هم حاطين هم حاطين الالنر كولاترال ليغامنت والريديو والبالمر راديو كاربول ليغامنت والريديول يعني كلها نفس هن حاطين هوا ماكو فرق اوكي حفظوهن حفظ والله كريم اوكي هن قدر بيهن صعبات بس ان شاء الله تذكرونه ما تنسوهن بالامتحان عدنا البورسة او البارسة اللي هي عبارة عن كيس وداخله فليود اللي هو ساينوفيال فليود متفكين على هذا الشي شنو فائدته تقلل الاحتكاك عدنا احنا ثنيا هسه بالرست بمفصل الرست شنو سالفتهن يقول انو جوين رست سوراوندت باي تو اندفجول برساي يعني شنو بي بورسايات اثنيا شنو فائدتهن ذهي روديوسيس رح يقللين لفريكشن رح يقلل الاحتكاك بين من ومنو بين التندنات تندنس اوكي الاوتار اللي جاي يجن منيا من الفورارم اوكي رح ناخذهم بس شن الجاي التندنات اللي جايات من الفورارم اوكي ثرو رو Le Prist So the wrist into the hand يعني شنو قزتهن يعني التندنات اللي اجل من الفورارم ودخلاً عن طريق الرست وراح ها للهاند للكف ما انتا العيد هذني راحτικه راح Listen ما رحي six� 59 كيف ما الليجه هتكاك راحي واحد يقلله هاي البورسايات هاي البورسايات الثنيا راح يقللين فاذنر شنو وظيفة هنيuffled هني قلل الاحتكاك بين التندن اللي جاي من اللي جاي من الفور ارم ويجي عن طريق الرست دخل للهاند اوك فيه يحتاج يقلل احتكاك فذني رح يشتغلنا على تقليل احتكاك اول واحدة الراديو عفوا الراديو البورسة اللي هاي شنو شغلها هاي تفيدني بانه تقلل احتكاك وين بالثم ياو الثم هاي الابهام بالابهام وهي تشوفونها منها تبدي من الرست تقليل احتكاك جاي تحيط بالتندن تحيط تغلي في التندن حتى جنو حتى ما تخلي صير بي احتكاك نفس الوقت عندنا الالنر بورسة اللي هاي تفيدنا وين بالاصعبع البقية اللي هنالسبابة اللي نسميه اندكس والميدل اللي هو الاوسط والرنج اللي هو الحلقة صبع الحلقة والليتل فنجر اللي هو الصبع الاصغر او الصغير هذا اللي نسميه لتل هذا نسميه رنج هذا نسميه ميدل اللي هو اوسط وهذا اندكس اللي هو السبع بي اوكي والابهام قلنا نسميه ثم هذا منين ياخذن من الراديو من الراديال بورسة بينما البقية من الاربعة منين ياخذن من الالنر بورسة فهذا اندكس من الالنر بورسة بينما هذا الابهام من الالنر بورسة اللي نسميه راديال بورسة اللي هنا خلصنا من هاي الموفمنت مادت الرست ادنا الفلكشن تأديها بعض الحركات او بعض العضلات اللي راح ناخذه ان شاء الله بالساشينات الجاية العضلات يعنذن كلهم اسماءهم صعبات اياكم راح اقراها نهسة وقلنا مناخذن ان شاء الله بالتفصيل ونوضحن راح اصدرنا سهلات عليكم ادنا اول شي الفلكسر كاربي رادياليس فلكسر كاربي رادياليس وهم الفلكسر كاربي النارس واحدة بجهة الراديوس لو تحبونا اوضح لكم معاني هنا فلكسر يعني هي وظيفتها تسوي فلكشن كاربي يعني جايتمر على او تسوي انسيرشن بالكاربل بون او جايتمر على الكاربل حسنا لا ندخل بتفاصلهم بعد وقت عليهم راديالس يعني اجت من جهة الراديالس فلكسر كاربي ألنارس يعني نفس الشيء يعمل سوي فلكشين واجت يوم الكاربول ولكن اجت ان اصلها من الألنار هذا الشيء يساعد يساعد بمن بالفلكشين او بالفلكسر مات الديجتس اللي هنا الاصابع ديجت يعني اصابع الاكستنشن يصير عن طريق الاكستنسر كاربي راديالس لونقس والاكستنسر كاربي راديالس بروس الاكستنسر يعني تسوي شنو تسوي اكستنشن كاربي يعني تسوي هذا الاكستنشن بالكاربي بالكاربول زين راديالس يعني من جهة الراديالس لونقس يعني طويلة واكو مثلها قلنا نسميها الاكستنسر كاربي راديالس ولكن نقول بروس يعني قصيرة فالطويلة القصيرة وبعد عدنا الاكستنسر كاربي النارس هاي لا بيها لا طويلة ولا قصيرة الاكستنسر كاربي النارس الابدكشن هاي تصير عن طريق الفلكسر كاربي ريديالس والأدكتر بوليسز لونغس والاكستنسر كاربي ريديالس لونغس والاكستنسر بوليسز لونغس واند برويسز هاي سوالي يقوليها شيينوه الجاي سوي بين انت هاقل لك ادري بيهم صعبات بس مرح ناخذين نشرحهم ونشوفكم صورهم واحدة واحدة رح يصيرهم كلش سهلات تمام بس اسماع واسلا اسماعهم صح طويلات يعني اسماع بس يفيدا حتى نحفظ حتى نعرف الوظيفة وحتى نعرف كل شي زيان الادكشن هاي سيصير عن طريق الفلكسر كاربي النارس ان شاء الله يكونن هس ادري بيهم صعبات وما رح تحفظونا انا لدكم ما تحفظونا حتى ناخذ الهاند ونتخل بتفاصيل تمام الموفمنت هاي وضحناها الفلكشن وكستنشن هاي سيصير بها الطريقة والرادية الديفييشن والألنر دفييشن انو نوديه ايد مننا او نوديه بالاتجاه المعاكس يعم مننا هذا ريديال اللي انبتجاه الرادياس ومننا ألنر اللي انبتجاه الألنر بحال الوساطة استيبولايزيشن يشبه الالبو ها مثل ثلاث اشياء تساهم به اول شي الباسف بوني استيبولايزر يعني شنو يعني المثبتات اللي كونا نباسة ما ياخذن من قدنا طاقة ويكونن بسبب العظام شلون هاي بسبب التناغم او الانسجام او انو العظام متراهمة اوكي العظام البوني يعني العظام يقصد به العظام مال هذا الجوينت شنو كونغرويتي يعني شنو كونغرويتي يعني انو متراهمات سوية عظم قاعد عظم بحيث يكون عدنا استابولايزيشن لانتركيب هنو منسجم اوكي العظمة وي العظمة المتصلات سوية متصلات بشكل صحيح فبالتالي التناغم والمتراهمات سوية وامورهم تمام فرح يقصي استابولايزيشن لهذا الجوينت ثاني شي ممكن يقصي استابولايزيشن للجوينت هي السوفت تيشو اللي موجودة بهذا الرست بهذا المفصل اللي هو مفصل الرست شنو هاي السوفت تيشو يقصد بيها الليجامنت كذلك الكابسول اللي جاي تحيط بالجوينت وهي هم باسف اللي ما جاي تخسرنا طاقة بينما الاكتف ستابولايزر تمثل بيها بالعضلات اللي جاي تمر على هذا المفصل اللي هي كروسنج دي رست جونت هاي سموه اكتف اكتف يعني فعالين راح تخسرنا طاقة عن طريق هاي العضلات خلصنا من الاستابولايزيشن نجي السباثولوجي يعني امراض شنو عدنا يقول الدستل رادياس ابيفيزيال فركتر تندلقنا كل عظم بمنطقة سموه ابيفيزيال لاين او ابيفيزيال بليث منطقة النومو تمام هاي اذا صار بيها فركتر يعني انكسرت بهذا العظمات الرادياس وبجهة الدستل فراح تصير عندنا شغلة ديسيبلايزمنت او ان ديسيبلايزمنت فركتر خلنا نفهم شنو معناها هاي واي اكو ما يعرفون معناها هاي صورة مرتبة من يكون العظم مكسور بس التركيب مال تباقي سيوية ما متفسخ يسمونا نن او ان ديسيبلايزمنت ما متكسر يعني او العفو يعني متكسر بس ما متفلت باقي بمكانة بس اذا shrink ديسيبلايزمنت في السموناャه انه dibonnققل راح نكسر حرفيًا يعني راح نشلع العظم ويعمر من غير مكان هذا نفسي ذا يعتبر ni ds placement بينما هذا disci lay spend ليش ط يعني بعد ما اتصل لعظمة انكسرة بس وعادي مربوطة بعد هي لازقة فهاي الفكرة فيقول هسا هذا الفركشور مالتني يأما يكون ديسبليزمينت أو يكون ديسبليزمينت هذا انه هيج أو هيج ممكن هيج ممكن هيج يعني ما تطعن ننتيجة وبما انه الكسر جاي يصير بمنطقة الإبيفيزيال اللي هي منطقة النمو فيقول انه اكو خطورة راح يصير بانه شنو ريسكي يعني هناك خطورة بانه اكو خلل ديستربنس بالنمو راح يصير هاي الخطورة اللي هي خطورة النمو الغير صحيح راح تزيد شوكت اذا زادت السيفوريتي مات الديسبليزمينت يعني شنو انه اذا العظم كلش صار ديسبليزمينت يعني نكسر نحن وقنا وضحنا شنو يعني سالف الديسبليزمينت وان ديسبليزمينت يقول اذا زادت السيفوريتي يعني الشدة او الحدة مات الديسبليزمينت مال هذا الانفصال مال العظام بالتالي اش راح يصير اذا زادت هاي الحدة راح يزيد عندنا خطورة الخربطة اللي تصير بالنمو اللي هي الدستربانس اللي تصير بالقروث بالنمو فالفكرة انه هذي يقم ما يكون دستبليزمينت يقم ما يكون زيادة الدستبليزمينت او الشدة من دستبليزمينت راح تزيد للخلل اللي ممكن يصير بالنمو ليش ممكن يصير خلل بالنمو اصلا لأن احنا مشكلتنا الكسر دي يصير بمنطقة الابفيزيال line او بالابفيزيال growth او الابفيزيال blade اوكي الصفيحة ما تنمو الهنا تمام ما عندنا مشكلة وهذه هم صورة حاطن هو اوكي انا قلت لكم انه الاشع عب هاذا الكورس كلها مع ال MSK يعني ما تفيدكم فلا تركزون عليه زيان الفركشر يقول which transverses the distal radius ها يقول انه بعر العظم اذا صار على طول او الكسر اذا صار على طول العظم هيتش يعني transverses انه هذا العظم العرض مالتك كلها ينكسر اوكي هذا يسمونه كوليز فركشر على اسم العالم او هيتشي تمام ما لكم علاقة بي بس شنو لازم تركزون انه هذا الكمونيست تايب اوف فركتر اوف ان اولد بيرسونز يعني الاشخاص الكبار بالعمر لا يريد يصير عندهم فركتر فاكثر نوع شائع بالفركترات هو هذا اللي يكون بهالشكل زيان اللي يكون بهالشكل ان شاء الله تكون واضحة انه بيقول انه تخيلوا لي هسه شكله شكل هالكسر ش رح يكون مثل الشطل اوكي او الشوكة يسموه زين فهذا هالي يقولون انه يسموه دينر فورك هاذ الديفورمتي او التشوه اللي رح يصير يسموه بهاه الاسمدين هو رح يكون شكلها بهالشكل يعني هاي شي اليد نازلة اوكي which is produced رح ينتج او ينتج عن طريق شنو by the posterior displacement of the distal radial fragments شين يعني انه القطع فات العظم رح ستسير بها فرègمت رح تتكسر بها منطقة جهة الخلف حتى هنا يصير الكسر من فوق هذا يعتبر حتى منه رح ينكسر نحط هذه الصور شوفوا الفكرة أنه أوقات تصير إضافية هاي الفكرة رح سرح أقول أنه هذا الارتكيولر سيرفس صعير بي كسر؟ لا فاشرح نسمي اكسترا ارتكيولر اذا صار الكسر داخل هذا الارتكيولر سيرفس رح نسميه انترا ارتكيولر فركتر ورح يكون شنو هس هذا لان ما تفصخ العظم بقى ملموم بينما هس هذا الارتكيولر سيرفس بي مشكلة لا فرح نسمي اكسترا ارتكيولر فركتر اكو دس بلايسمينت لو لاقي فعلا لان العظم طشر تفصخ منه ومنه زين اللي هنا عرفنا هاي هاي مصطلحة والله كلش تفيتكم يعني بعدين من تقروني بكيس بالسنوات الجاية تعرفون شنو معناها مو تظلون صافي وما تعرفون شنو يعني انترا ارتكيولر لا معناها الارتكيولر سيرفس سطح التمفصل بي كسر هزا هاي مثلا انترا ارتكيولر تجي تشوف سطح التمفصل تلقامك سور فعلا فمعناها انترا ارتكيولر المفسوخ العظم فلس من مكانه اتطشر ما بقى ملزوق ومتراس مع بعضه زين هذا الكوليس فركشر اللي حجينا عنه هذا اللي هو اشهر شي هذا شون الصير الطيحة مالتا في هالطريقة هاي كلها صور اضافية بس حتى تبقى الفكرة ببالكم اكو بالعكس انو الايد يطيح بالعكس يعني من هذا الجهة يسمونه smith fracture هذا اضافي لا تحفظونا بس تبقلوا ببالكم وهيش يعني انو اطلعتوا على هايش فكرة وانتو شغلكم ويالكوليس لازم هيش تصير الطيحة مزيين بالنسبة للفركشر مادة السكافويد عظمة السكافويد اللي هي ضمن الكاربول عظام الكاربول ممكن تنكسر اشهر واحدة ممكن تنكسر او اكثر واحدة ممكن تنكسر هي السكافويد يقول يعني اكثر واحدة ممكن تنكسر اوكي موست هي اكثر شي فممكن تجيكم msq او العفو mcq يجي قلك السكافويد او شن هو الاكثر عظم ممكن ينكسر سربي فركتر وحط لك اختيارات من ضمن السكافويد فتختارها نفرض ان السكافويد وانكسرت هنا احاط صور انا مثلا يجي واحد راح يطيح في ايدي فالسكافويد مالتي ينكسر هاد احنا يجي السكافويد هاد سنكسر هاد هوا السكافويد هاد مكانه اوكي ها كلها صور يجي الله فيها حتى تبقى ببالكم وبعد شعندي هاد اكمل لكم الحجيل هنا انا انو البور بلتصب لعي انو اذا واحد انكسرت ايدي او انكسر هذا السكافويد مالتي وظل يوصل دم قليل البلتصب لعي اللي جاي يوصل قليل بور ضعيف فبالتالي يعني المنطقة كلها جاي وصلها قليل يعني دم خصوصا الجزء العوي من السكافويد ظل يوصل له بلتصب لعي قليل فهذا السكافويد ما سيصير الاستشفاء مالته سيصير به دليشن يعني تأخير يعني يتأخر وراح يتأخر الى سيفرال مونتس يعني شنو؟ يعني رح يتأخر الى اشهر متعددة يعني هواي رح يظل نتأخر ما يستشفي او ما يطيب اذا ما الطيب الكسر مايروح ليش؟ لان البلتصب لاي قليل فاذا واحد انكسر عنده واصلا الدم اللي جاي يوصل قليل فرح ياخذ له فترة طويلة يلا يتعالج او يتشافه وبنفس الوقت ممكن فمعناها موت الخلايا بسبب عدم وجود الدم دم قليل فإذا انقطع الدم راح تموت بعض الخلايا وصير بها نكروسيز وهذا النكروسيز شينوعة نسميه أفاسكولر نكروسيز بسبب أسكيميا أنه الدم ما جاء يوصل فهس إذا الدم قليل معناها راح يتأخر الاستشفاء وممكن يصير عدنا موت بالخلايا نسميه نكروسيز وهذا النكروسيز راح يكون لأن دم ماكو فرح نسميه أفاسكولر نكروسيز ممكن يحدث يكمل إنه شلون تصير السقطة مالتها شلون يطيح واحد بحيث إنه يصير عنده يصير عنده هذا الكسر مالسكافويد إنه إذا واحد إيده ممدودة وطاح يعني هيت الإيد ممدودة إيدك ممدودة وطحت على إيدك وهي ممدودة فرح نصير عندك كسر مالسكافويد يصير عندك شو الأعراض راح يصير عندك تندرنس شيعي تندرنس فكرة التندرنس خاف تسمعونها يقول لك شو الفرق بين البين اللي هو الألم عن التندرنس البين هو يعني ألم يصير حتى لو أنت ما لازم الشي يعني مثلا إيدك تأذيك مجرد من تلزمها تأذيك لا هي تأذيك بكل أحوال أوكي يعني أنه إيدك تأذيك والت حتى عايف هيتي مخالها على مكان معين ومريحها وتبس مع ذلك تأذيك فهذا يسمونها بين التندرنس لأنه إيدك ما بيها شي ما تأذيك ولكن من تلزمها وتعصرها تأذيك فهذا يسمونها تندرنس يعني شون ألم نتيجة أنه إنت لزمت الشي أوكي من ألزم ظهري أتأذي بينما إذا أعوفه ما أتأذي هذا يسمونها تندرنس بس إذا أنا ظهري أذيني أصلا طول الوقت يعني ما العلاقة سواء لزمته أو ما لزمته هذا لا بين عادي فهذا الفرق بين التندرنس والبين نحس أن يجي الموضوع لن نرجع الموضوع لأنه إحنا رح يصير عندنا تندرنس على منطقة الأناتوميكال سناف بوكس المنطقة الأناتوميكال سناف بوكس رح نأخذها إن شاء الله بالهاند والتفصيل ها هي شاهدون هاي الفتحة الجيسر هنا؟ أوكي هنا عدنا هذا الخط هذا تندن وهذا تندن ثاني جيسرنا بهذا الشكل بحيث أنه عدنا هذا الاناتوميكال سناف بوكس مثل التجويف الصغير بهاي المنطقة رح أصدر عندك تندرنس ألم يعني أثناء اللمس ليش لأن منطقة السكافويد هي موجودة هنا هذا السكافويد هذا السكافويد هو هنا تمام هذا هو السكافويد هذا هو السكافويد فهاي المنطقة اللي هي الاناتوميكال سناف بوكس رح نأخذها بالتفصيل أنا حطيتها لكم هنا هاي الصورة حتى اللي يخاف يعني واحد يريد يطلع عليها من هسا براحته أوكي بس يعني رح نأخذها بالتفصيل ما كودها عيسين لتم ننسا تقروها وإحنا بأننا نأخذين العضلات كلهن والتندنات كلهن جديدات عليكم أوكي فالهنا كملنا نجي عندنا بس ملخص أخير سويت هذا على مود الجوينتات وأنواع حني هاي كلش مهمات كلش ممكن تنسألون بيهن كلش مهمات شنو نوع الشولدر جوينت وشنو نوع الهيومو العفو الهيومرو راديال جوينت شت قل لي يعني طوبة وتجويف كرة وتجويف اللي هذا هو الحر اللي يتحرك هواي تحركات وعدنا يعني اثنين ذني نفس النوع أوكي هذا وهذا نفس النوع الأول والثاني هذا وهذا ذني بالأزرق هم اثنين اللي هنا بروكسيمال راديو ألنار جوينت والديستل راديو ألنار جوينت ذني اثنين بيفت أو بيفت هاي بس تحفظون هيجو ممكن يجأ مصيكو تختار وتأخذ درجة يعني سهلات ما بينشي طبعا نحكيين عنهم بالسيشن الأول لكتر تو وعدنا الهيومو الهيومرو ألنار جوينت يكون نوعه هينج أو يسمونه هينجي أوكي هينج زيان والرست جوينت هاذا نوع عشنو هاذا كوندايلويد جوينت هذني هستحنا ذكرنا كل الجوينتات اللي أخذناها بالأبرلم أبرلم أخذنا بيه ذني اللي هنا جقت ستة جوينتات ستة اثنين منهن أول اثنين كتبناها ذني بولان سوكيت واللي بالأزرق بيفوت اللي هنا بروكسيما راديو ألنار جوينت والديستل راديو ألنار جوينت واللي بالأحمر شنو هنه هذا واحد اللي هو الهيومرو ألنار جوينت اللي هو شنو هاذا هينجي جوينت والأخير شي اللي بالأصفر رست جوينت اللي وش رح يكون كوندايلويد هنه نكون خلصنا المحاضرة مثل المفاصل اللي أخذناها بالأبرلم تمام بقت عدنا مفاصل أكو بالهند ويخلصين المفاصل تمام يبقى عدنا ساشن أربعة راح تصير بمحاضرات مالة عضلات ساشن أربعة أطول ساشن بهذا الكورس نين راح يكون دايسكشن روم يعني فد أنه تشريح يعني شونا تسميه أنه قاعة يبدوكم بالكلية إلى قاعة مال جثث وإشيرون على العضلات فأنتو لازم معدكم فكرة عنهم فأنا راح أجيب العضلات أطلع لكم الصور هن وأحفظكم كل أسماء العضلات وطيكم كل تفاصيل هن حتى من ترحون للغرفة مال تشريح أوكي أو للقاعة مالة الجثث يعني براحتكم وتعرفون كل شيء كل المعلومات تعرفوها وما راح يسئلكم أصلاً هو بس حلو أنت من أنت تحتي بدون ما تنسألوا لأن عندك معلومات كل شوية شكراً لكم ومع السلامة